اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكم حبيب قلب أخبركم عاملين يا رب كلكم تكونوا بخير النهاردة كده زي ما أنتم شايفين طبعا مبارح وأوله كانت كده المصايب كانت عملتين نزل كده على بماغي بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الحمد لله زي ما حضرتكم شايفين النهاردة كده طلعت من بدر على السطح قلت بقية أيامة بالدهاجة طلع كده تطمن على الطيور مع أنه والله مبارح طلعت مرتين بالليل لأنه كان في علاجات بتتحطي لهم بالليل كانت طبعا على التعطيش يعني أنا كنت أخر مرة كنت أحطي لهم مية مع حضراتكم كان تقريبا كان قبل المغرب فطلعت تاني الساعة 11 بالليل وطلعت الساعة 3 برضو بالليل طلعت كده حطت لهم برضو العلاجات بتاعتهم أهم حاجة بس يكونوا عطشانين قبل ما حطي العلاج بتاعتهم كان في عندي مضد سموم الدكتورة بيطرية كانت باعتهالي وكانت كمان باعتهالي كده حقونتين فيهم كده ده وعمل زي اللبن ده طبعا علشان البط يعني كل العلاجات ديت كانت للبط إنما للفراخ بقى هنشوف دلوقتي إحنا هنحط ألي الفراخ لأنه طبعا هي قالت لي أكل الفراخ لوحده والبط لوحده حاول بقدر الإمكان تعزليهم فأنا طبعا زي ما أنتوا عارفين إن أنا أصل من العشاش عندي إنها لسه رجع على السطح بقى لفترة صغيرة وفهم ما كملتش لسه الباقي فكنت حقودت حتى الفراخ والبط مع بعضه فطبعا بعد كده بقى دخلت البط في العشة بعد طبعا التطهيرات اللي احنا عملناها مبارح باليود وبعد كده فرشنا الأرضية جير وقفت كده النهاردة كده طلعت البط الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما فيش أي إصابات الحمد لله رشوت كده الأرضية بتاعت السطح كلها جرمط فيه هي أصل الأرضية كانت نظيفة برح قبل منزل من على السطح وكنت رشاها كلها بليود بس كنت مدخلت طيور كلها كنت محبساها ما كنت استايب أي حاجة قلت بقى لما أطلع النهاردة كده إيه أخذ كده يا شكار تجير الماضفي وأرمي بقى في الأرضية وكده طبعا أنا عاوز أقول لكم يا جماعة الكركبل على السطح ديه والله دوت خشب كل اللي على السطح ده الخشب بتاع العشش والطوب والطوب اللي هيتحجز به للبط إن شاء الله لما يجي يرؤد وكمان هعمل كده زي حاجز كده إذا المياه لا تعدش للعشش جوه تمام؟ فدوت مهش مهش بهدنة ولا حاجة هو بس المشماعات اللي هيتأفل بيها والطوب والخشب تمام؟ ما فيش عندي اي بهدلة الحمد لله فقدر الله ما شاء فعل وبشكر حضركه جدا 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 انا عاوز اقول لكم يعني رغم اللي حصل ورغم الخسارة اللي انه اغسرتها بس الحمد لله بشكر كل حد يسأل علي وبشكر كل حد يدعالي من قلبه وقف جنبي بدعوة حتى بس لو بدعوة حتى لو دخل بس كده يعني انه هو فكر انه هو حتى يراضيني او يطميني الحمد لله على كل حال وطبعا انا بشكركم جميعا والله العظيم بجد فعلا انتو دعتول انه ربنا يعوضني وربنا عوضني بكنتم والله العظيم بجد انا بتكلم الكلام ده جماعة اكسم بالله من قلبي والله العظيم انتو فعلا العوض اللي ربنا بعطولي يعني رغم ان في حاجات عندي حصلته كده بس الحمد لله انتو العوض اللي بجد هو فعلا ربنا بياخد حاجة وبيدي حاجة تانية فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل احنا كلنا مؤمنين ولازم نرضى بالقضاء والقدر وانا من الناس اللي بترضى بالقضاء والقدر الحمد لله رغم ان الحاجات اللي كانت بتحصل كانت بالزعل او كانت يعني عاوز اقول لكم شاء عمر فالحمد لله جايز الكلام بتاعي ده تحد ياخده ان هو عادي يعني ايه يعني مات من عندك بطتين تلاتة ولا بدي كرومي ولا 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 عاوز اقول لكم يعني الحاجة لما انتو بتجوا تشتروها بتتعبوا فيها جدا يعني مش كل حاجة بتبقى متوحة تحت ايديكم مش كل حاجة انتو بتجوا تروحوا جبوها بتبقى فلوسها متحضرة مش كل حاجة انتو بتجوا تعملوها بتبقى موجودة على طول بتروحوا جبوها بتجبوها بعد التعب بعد صبر بتحاولوا ان انتم تغيروا من نفسكم بتحاولوا ان انتم تجددوا من نفسكم فطبعا يعني الحمد لله ما ليش نصف فيه للتاني مرة الحمد لله الحمد لله بحمد ربنا والله العظيم وطبعا يعني زي ما قلته ربنا بيعود خير إن شاء الله وفدى ولادي وفدى جوزي وفدى كل الناس اللي أنا عرفهم الكويسين فدى كل الجماعة والله العظيم الحمد لله طبعا بحمد ربنا على كل شيء الحمد لله هنا طبعا زي ما تشايفين العاشة أنا كنت فرشة فان برح جر مطفة دخلت برضو حطت لها طبقة كده خفيفة تمام هنا طبعا كان الوزة عطشان وما كنتش حطيت مية خالص يعني أنا معطشاهم من بعد ما أنا حطيت الساعة ثلاثة بالليل كانوا عطشانين حتى تلاقوا الطبق بتاع المية مقلوب ويعني قلبك كده على وشته علشان خاطر طبعا ما يلا يشربه ولا يعمله أي حاجة الحلة ده أنا غسلها بوكلور مبارح ومخصولها بوكلور آخر مرة مبارح بالليل الساعة ثلاثة ونضيفها زي الفل ما فيش فيها أي حاجة هبدأ بس إن أنا كده أجيب المية وابدأ بقى أحط لهم العلاج بتاعهم عشان طبعا زي ما قلت لكم كان فيه عندهم عطس وقحة فأحاول كده بقدر بقدر الإمكان إن أنا أعالج الموضوع كده علشان ما حصرش خسائر تانية تمام فزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم مبارك أنا هنا طلعتهم طلعتهم على السطح كده في الشمس بصراحة النهار ده الشمس جميلة جدا جدا وحمية كده قلت لأ سيبوهم بقى على السطح بلاش دخلوهم العشة وكمان فتح العشة كده على شرخات الشمس تخشها من كل النواحي هنا دي الورقة بتاعته الدكتورة اللي هي جايبها لي كده كل العلاجات اللي أنا هستعملها للفراخ والبط وكده بالي كمان طريقة الاستعمال علشان ما غلطش في حاجة أودي حاجة مطرح حاجة فهنا كانت كده بالي طبعا مبارك حديتهم الحقونيتين اللي هم عاملين زي اللبن دولت قالتلي السرنجتين دولت على على اتنين رتل من المياه فزي ما حطيتهم من بارح بالليل بصراحة بس ما صورتهم مش والكيس دوت قالتلي حط منه خمسة سنتي هو محطوط في جرعتين قالتلي حط منه خمسة سنتي على اتنين رتل من المياه الحل اصلا صغيرة مش هتاخد كتير فان هنا انا اسمت ايه الكمية اللي على الكيس كلها اسمتها على مرتين يعني مرة دلوقت كده ومرة ان شاء الله كده قبل المغرب كده ولا حاجة اطلع برضو ايه احط لهم ده الكيس ها جماعة السوبر اولجو اللي انا قلتلكو عليه دوت مضاد سموم وجواه بصوا جميع العناصر اللي للفراخ البياضة اللي بتحافز على الفراخ والديكو الروم والحاجات دي بس للاسف هو كان خلص من عندي فجايز لما انا بطلته حصل الموضوع دوت عندي تمام انا طبعا زي ما انتوا شايفين البط كان عطشان جامل جدا 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 فبصراحة كان دي احسن حاجة ان هما كانوا عطشانين وما كنتش حطوا قضامهم مياه خالص علشان لما يشربوا المياه بالعلاج تجيب معهم نتيجة يعني تجيب معهم نتيجة فورية تمام فهنا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل زي ما انتوا شايفين هنا طبعا الوز والبط الزغير اهوت انا طبعا طلقت على السطح اتلقته اصلا خارج ما عرفش هو خارج ازاي بصراحة اتلقته خارج على السطح فسبتهم فوسطيهم بصراحة بقى ويعني والله عاوز اقولكم ان ابو شاد من المبارح عمال يقول لي لو ربنا رايد ان الحاجة ده تفضل هتفضل لو ربنا مش رايد خلاص اه ما فيش حاجة انت بتعمل اللي عليك جبت لهم علاجات اهتمتي بيهم اديت لهم الحاجة زي ما الدكتور بيتر قال اه ما يعني ما شلتش من دماغك او مثلا فوتتي او ان انت مثلا ما اهتمتيش لقى اهتمتي وعملت كل اللي تقدر عليه سبل بقى على ربنا ربنا لو رايد كان بها مش رايد خلاص يعني قدر الله مش اقفعل كل حاجة بتاعت ربنا قال لي الساتر ده بتاع ربنا فعلا الساتر ده بتاع ربنا ربنا اللي بيشتره الواحد وربنا هو اللي بيبتلي الواحد وكل ابتلاء من عنده ربنا دواب بيبقى اه مش حاجة وحشة والله لأ جايز اللي ابتلاء ربنا اه اه كتبوا علي اليومين اللي فاتوا دولت جايز كان هتحصل حاجة وحشة وربنا فداني بيها فدى عيل من عيالي بيها فالحمد لله الحمد لله انا بحمد ربنا والله وبشكره وان شاء الله ربنا عوضه كريم كريم جدا 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 والله العظيم عوض ربنا كريم وانا عارفها بكده ان ربنا لما بياخد حاجة بيبعت مكانها حاجة تانية فالحمد لله وبشكرك جدا 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 والله العظيم انتوا فعلا العوض اللي ربنا عوضهولي جايز في حدي مثلا او في ناس معينة حتى ما دخلتش حتى كتبتلي تعليق او اي حاجة بس يعني الحمد لله انتوا العوض يعني ربنا لما بيعوض بيعوض والله العظيم بجد انا مش مستنية حاجة من حد يعني الحمد لله انا مش مستنية حاجة من حد بس الواحد بيزعل لما يكون لحد عزيز عليه او غلى عليه وما يسألشي فالحمد لله طبعا انا مش هكبر حد ان هو يدخل مثلا يوسيني او يكتبلي كلمتين مثلا يتعملوني لا كل حاجة بتيجي من عند ربنا الحب الناس ده بيجي من عند ربنا مش من عند حد كفاية كده اول ما نزلت الفيديو تلاقيت كل صحابي وكل اخواتي اللي معاي على القناة وكل امتابعيني اذا كان من مصر او من برا مصر وبشكر متابعة عندي على القناة من العراق اسمها بطة مشكورك جدا 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 يا بطة والله العظيم بجد فرحتيني بتعليقك التعليقات كانت جميلة جدا يا جماعة والله العظيم قالتلي انت لو عندي في العراق انا هاجي واجيبلك فوز وهاجيبلك بطة وهاجيبلك فراخ ومش هخليك يتزعلي يا مشاهد قطر الف خيرك جميلك ده مش هنساو جميلك ده على بماغي تشكريلي 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 ربنا يا ربي يكرمك كده ويرزقك ويكوني احسن الناس كلها هنا الاكل بتاع الفراخ اهوت اللي طبعا الدكتور البيطار التاني قال لي معطوشتي الديه الدكتورة دي بصراحة قالتلي لا حطيه بس حط عليه معلقة صغيرة او معلقتين من سوبر اولجو دوت قالتلي حتى لو في نسبة سموم حتى لو الغل عليها نسبة سموم قالتلي الكيس ده الكيس ده بيبطل نسبة السموم اللي بتبقى موجودة في العلف وبتبقى موجودة في الخلطات يعني قالتلي ده بيبطل نسبة السموم والسموم اللي بتبقى موجودة في قلب العلف وفي الخلطات تمام بصراحة حطيت منه مبارح حطيت منه مبارح على الحاجة بتاعت البط والفراخ وحطت منه النهار دهوت وعوز اقول لكم ان الفرختين الرميتين قاعدين يدوروا على الدك قاعدين كل شوية يخشوا العشة اللي جوه شايفين وقفين ازاي ما همش عاوزون يعودوا برا خالص مع انه سبحان الله لما كان الدك موجود كنت كل شوية تلاقي الدك خارج وهم قاعدين ومشيين وراه في قلب السطح ما همش عاوزون يخرجوا خالص على السطح وقفين في قلب العشة من جوه مش عاوزون يدخلوا الفرخة دخلت العشة وقاعد اتقاك كده بتنده على الدك تقريبا فالحمد لله يعني الحمد لله انا هحاول بقدر الامكان الفترة الجاية ان شاء الله اول شهر الجاية اول اللي بعديه بإذن الله بس المقروب بس يخف شوية اللي في الجو ده ان شاء الله وهجيب لهم دك تاني ان شاء الله انا وسط ناس على دك والله يرومي ان شاء الله كده وبإذن الله هيجيلي قريب بإذن الله بس انا مستنية بصراحة يعني اعود شوية كده وبعد كده ان شاء الله جيبه مش عاوز اجيبه دلوقتي هنا بقى بعد ما حطينا الاكل وحطينا المية اللي فيها العلاجات وحطينا الحاجة بقى كده بصوا كده طبعا يعني انا سيبهلي اللي بصراحة ماناش عاوزة ان انا اشغل بالي سيبهلي اللي بصراحة يعني كل اللي يجيبه ربنا كويس يعني بعد كل اللي أنا بعمله دوت وفي حاجة حصلت ده يقدر الله مش افعل ربنا هو اللي بيبعثي الارزاء مش انا ربنا هو اللي بيقسم الارزاء محدش بياخد رزق حد بس دي الجملة انا اللي عاوزة وصلها محدش بياخد رزق حد والله العظيم لو معنا فلوس الدنيا كلها او ما معناش كل واحد فينا عنده اللي ربنا رزقه به اذا كان بمال بولاد بصحة بمرض باي حاجة فربنا هو اللي بيقسم الارزاء مش حد تاني مش معنى ان احنا كده فخلاص بقى لا الحمد لله اهم حاجة بس اللي أنا فرحانة منه والله العظيم بيجاد ومبسطة منه جدا جدا متابعيني ربنا يا رب يكرمكم ويخلكوا لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة